موسيقى جوزي شغلت صناعي مريض بقدرش يشتغل من ظهره ندفع أجار دار مي وكهرباء وعندي أربع أولاد مدارس وروضات يعني وأنا أولادي صغار ما بقدرش أطلع برضو أشتغل الفضل الكبير إنكم مشروع بنك الطعام هو اللي ساعدني وقدم معاي في شهرها الرمضان ويعني رفع معنا مياتنا شوي وساعدنا تنبع فكرة بنك الطعام الفلسطيني من تجارب عالمية ومن إيمان سيدات فلسطين بحاجة بعض الأسر الفلسطينية إلى معيل بعد توجههن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب شؤون اللاجئين والحصول على قوائم بأسماء الأسر المسطورة أخذنا قائمة بالأسماء من وزارة الشؤون الاجتماعية ومن مكتب تمثيل اللاجئين من مكتب تمثيل اللاجئين عشان نشمل المخيمات وشؤون الاجتماعية عشان نشمل القرى والمحافظات طبعا بلشوا عن القوائم أكثر انضمام الناس اللي هم موجودين العائلات العفيفة انضمامهم لمشروعنا صار في انفي ضجع المشروع بنك الطعام فالناس حبوا انهم يستفيدوا لانه عن جد حالات يرثالها في مدينة رامالله المدينة التي تتمتع بصيط الغنى فقر مطقع اختبأ وراء جدران المظاهر الخادعة الواجبات الغذائية توزع لعائلات وجدت من بنك الطعام ملجأ لأطفالها كل يوم وفي محافظات الوطن الأخرى توزع الواجبات أسبوعيا لصعوبة الوصول إليها العائلات المستفيدة من بنك الطعام الفلسطيني تجاوز 800 عائلة 800 عائلة تشمل عائلات أيتام تشمل عائلات أسرة تشمل عائلات شهدة بتشمل عائلات المعوقين دول الاحتياجات الخاصة المسنين المرأة اللي عندها أطفال وعندهم حالة فقر شديدة احنا اكتشفنا عن حائلة فقر بتعيش في منطقة قلندية انه الولاد عم بيأكلوا بالدور حملات خيرية يقوم بها بنك الطعام تحمل ذات الهدف الإنساني لتوسيع مشروعها وتكفل المزيد من العائلات الفلسطينية المحتاجة لتلفزيون القدس تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر اشتركوا في القناة